السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنة تانية وصلنا ان شاء الله للفصل الرابع رياضيات هنتكلم عن الدرس 31 هنشوف الباقي برضو خاصية الابدال في الجمع طبعا عرفنا الصفحة دي بنعمل فيها ايه فما فيش داعة نتكلم عنها كل حصة تعالوا ندخل على الدرس بتاعنا على طول هنتكلم عن خاصية الابدال في الجمع الابدال بين عددين لا يغير ناتج جمعهما يعني ايه يعني لو قلت 3 زائد 5 بتساوي 8 و 5 زائد 3 بتساوي 8 الاتنين واحد يعني 3 زائد 5 بتساوي 5 زائد 3 بتساوي 8 طيب هنا 10 زائد 2 نبدأ نجمع بقى 10 في مخي و 2 على ايدي بعد 10 11 12 وفي طريقة حلوة نمعلمها لتلاميذي نقول مثلا 10-1-11 10-2-12 10-3-13 10-4-14 وهكذا بحس ايه اول ما نقول 10 وكذا يقول الرقم على طول ما يعودش يعيد ولما بنعكسها بتبقى افضل 12-12 13-13 14-14 15-15 علموهم بطريقة سهلة ان هما يجيبوا الارقام على طول مش كل رقم لازم يقعد يحط في مخه ويطلع على ايده لا الارقام اللي بنقدر نجيب على طول نقدر ايه نحلها طيب تمام طيب يلا نكمل طيب يبقى هنا قلنا 10 زائد 2-12 و 2 زائد 10-12 يبقى هنا هنحط ايه يساوي طيب هنا 9 زائد 4 9 في مخي و 4 على ايدي بعد التسعة 10-11-12-13 نقل 13 طيب 4 زائد 9 هنعد تاني لا خلاص عرفنا ان هي نفس الناتج بقى هنقول يساوي طيب 5 زائد 20-25 طيب دي برضو عايزين نعلمها للطفل برضو بطريقة حلوة ان احنا نقول له 5 زائد 20-25-6 زائد 20-26-7 زائد 20-27 حط الرقمين مع بعض يديني ايه يديني الجامع بتاعهم على طول طيب 20 زائد 5-25 بقى هي هي برضو يبقى حطيه ساوي 7 زائد 3-10 طيب 3 زائد 7 برضو 10 بقى هنقول يساوي بقى هنا ايه اللي فهمنا من الصفحة دي ان خاصية الابدال في الجامع ان انا لما اعكس جامع رقم مع رقم هيديني نفس الناتج مش هيبقى غلط طيب تعالوا نشوف هنا 4 و 2 اقول له 4 زائد 2 بتساوي 6 طب 2 زائد 4 برضو هتساوي 6 هنا 6 زائد 5 بتساوي 11 طب 5 زائد 6 بتساوي كام بتساوي برضو 11 4 زائد 1 خمسة طب 1 زائد 4 برضو 5 6 زائد 2 تمانية 8 2 زائد 6 برضو 8 4 زائد 6 10 6 زائد 4 10 نشوف هنا 3 زائد 5 8 5 زائد 3 برضو 8 طيب اجمع واصل واكتشف الخاصية المستخدمة 5 زائد 20 قلنا 25 على طول 20 زائد 25 يعني بوصل كل مسألة بالتبادل بتاعها 7 زائد 8 15 8 زائد 7 15 5 زائد 9 14 9 زائد 5 14 14 زائد 6 20 6 زائد 14 بتساوي 20 طيب هنا بقى يا حلوين عندي استخدام الاعداد التالية في تطبيق خصية الابدال واوجد ناتج الجمع كما يلي مديني هنا 3 ارقام 3 و 5 و 8 عندي 8 فوق هنا 3 و 5 اعمل ايه اخد الرقامين اللي تحت ابدله يعني اجمع اجمعهم مرة وبعد كده ابدلهم واجمعهم تانا هيديني ايه هيديني ناتج اللي فوق ده يعني هنا اقول 3 زائد 5 بتساوي 8 5 زائد 3 بتساوي 8 4 زائد 6 بتساوي 10 6 زائد 4 بتساوي 10 6 زائد 1 بتساوي 7 نفس الحكاية بقى هنا الامور ده جايب لنا 4 و 5 و بيقول لنا هنا 9 اقول له 4 زائد 5 9 5 زائد 4 برضو ايه برضو 9 2 زائد 10 12 10 زائد 2 برضو 12 8 زائد 7 15 7 زائد 8 برضو ايه 15 طيب هنا خلصنا الدرس بتاعنا وسهل جدا وما فيش اي حاجة هنا بيقول لي استخدم هذه الاعداد في تطبيق خاصية الابدال اهو اسيب الرقم الكبير ده بتاع الجامعة اقول 7 زائد 13 3 زائد 7 10 8 زائد 6 14 6 زائد 8 14 9 زائد 4 13 4 زائد 9 13 هبدأ اعمل ايه بقى في الرسمة الحلوة دي هجمع هجمع كل الارقام دي واشوف النواة الكام و هنكتب كل واحدة يعني هنا هنقول 2 زائد 5 7 والواحد هينزل يبقى 17 اروح ابص كده فين رقم 17 في الالوان الاقيه برتقالي يبقى هنا هكتب 17 وهلون الجزء ده باللون البرتقالي اشوف التانية كده واحد زائد 7 8 واحد ينزل زي ما هو يبقى 18 او اقول الحداشر في مخي سبع على ايدي وابدأ اعدهم بعد الحداشر نقول بقى 12 13 15 16 17 18 اكتب 18 وادورت 18 لونه احمر نروح ملونين ايه ملونين احمر وهكذا نجمع ونحط الارقاء الجامعي هنا وادور لونه الناتج ايه ونلونه هتلاقوا شكل الطوز بقى جميل جدا طيب ده كده درس 33 تعالوا نشوف مع بعض بقى درس 32 عايزين نخلص المنهج بسرعة عشان كتب قطر النادى الترمي التاني وصلت فعايزين نخلص ونشوف الترمي التاني طيب هنا بيقولي تطبيق استراتيجيات الرياضيات الزهنية لحل مسائل الجامع والطرح ايه بقى الحاجات دي احنا مش فاهمين حاجة لا ده سهلة جدا واللي انتو بتعملوها بدلا ما هنقول فمخنا لا احنا هنعمل دواير اقول 12 زائد 5 بيساوي كام اح مش احنا كنا بنقول 12 فمخنا و5 على ادينا لا الخمسة اللي على ادينا دي هتبقى في الدواير اقول بعد ال12 اعمل دايرة طلع بصوا الاول احنا بنقول ايه 12 فمخنا عشان نسهلها و5 على ادينا صح طيب الخمسة اللي على ادينا هروح عاملة متقلة على 5 دواير هنتقل على ايه الخمس دواير تمام بعد كده احنا بنقول ايه بعد ال12 13 بدلا ما عد بقى على ايدي هكتب في الدواير 13 14 15 16 17 يبقى الناتج بتاعي 17 طيب هن 23 23 فمخنا كام على ادينا او كام في الدواير 4 هرسم 4 دواير هنتقل على ايه على 4 دواير اقول بعد 23 24 25 26 27 ونكتب هنا 27 طيب هنا 35 35 فمخنا وال7 هنرسم 7 دواير والبعد 35 36 37 38 39 41 42 نكتب 42 طيب ال 41 فمخنا هرسم كام دايره ثمانية وعدة من بعد 41 42 43 44 45 46 47 48 49 40 يبقى الناتج بتاعي 49 طيب هنا احط الرقم الكبير هو اللي يبقى في مخي 81 في مخي وستة اعمل دواير ست دواير اقول بعد الواحد وتمانين 82 83 84 85 86 87 92 فمخنا هرسم كام دايره 4 بعد ال 92 93 94 95 96 90 طيب تعالوا نشوف هنا بيقول لي ايه بيقول لي اكمل عمليات الجامعة كما بالمثال هنا عندي ثلاثة وهنا عندي اربعة تمام بيقول لي جامع الاحد اه جامع الاحد مع الاحد والعشرات بتنزل يعني نعتبرها بصفر طيب تعالوا نحل على طول بدل ما ايه ما نعد ندور في المثال هنا عندي زهر النار دا مديني اتنين ومديني اربعة مديني اتنين ومديني ايه اربعة وعايزني اجمع الاتنين واربعين دي اجمع عليها ثلاثة ممكن نحل بطريقتين يا اما حقول اتنين واربعين في مخي وثلاثة على ايدي بعد اتنين واربعين ثلاثة واربعين 45 دي طريقة الطريقة التانية اللي هو عايزها بقى في المثال ده ان انا اجمع الاحاد مع الاحاد والعشرات ما فيش قصده حاجة ينزل زي ما هو الاحاد مع الاحاد والعشرات ما فيش قصده حاجة ينزل زي ما هو يعني 2 زي 3 قوله 5 طب والاربعة ما فيش قصده حاجة يعني 0 هنا تنزل زي ما هي 4 طب هنا كان 1 و 6 و 5 بقى هنا 1 وهنا 6 وهنا 5 1 زي 5 ست والستة ما فيش قصادها حاجة تنزل زي ما هي هنا خمسة وتلاتة وتلاتة هنا خمسة وتلاتة وتلاتة ليبقى خمسة زي الثاقة تمنية والثلاثة التانية تنزل زي ما هي هنا اتنين واربعة وخمس اتنين واربعة وخمس اتنين زي الث vessels كمسا السبعة والاربعة هتنزل زي ما هي طيب تعالوا هناкт käêtين بقى نشوب بيقول لي استخدم مخطط مخطط المية وعشرين في جمعة كل عددين كما بالمثال 25 زائد 4 عايزني بقى اجيبها من المخطط ادور على 25 ادي 25 هنمشي كم مربع همشي 4 طب هنمشي الورا ولا القدام لا همشي على الارقام الكبيرة ليه همشي على الارقام الكبيرة عشان هنا عندي زائد فاقول بعد 25 ادي 1 2 3 اربعي بقى الرقم كم 29 طيب دول محلولين تعالوا نروح احنا ال61 على طول ادي ال61 اهي طيب يا 61 معك كم عايز اجمع عليك كم 5 اعد من بعدها 5 5 مربعات 1 2 3 4 5 وقفنا عند ال66 طيب السبعة وتمانين ادي السبعة وتمانين هجمع عليها كم 3 1 2 3 وصلنا الكام للتسعين طيب 14 فين الاربع تاشر عايز اجمع عليها كم 5 والواحد 2 3 4 ايه 5 اجمع عليها 5 وصلنا للتسعة وين قلنا كم 14 وصلنا للتسع تاشر طيب 71 هنجمع عليها 8 ادي الواحد وسبعين اجمع عليها 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ادي التمانية وصلنا عند التسعة وسبعين طيب عندي كمان اربعة وتسعين ادي الاربع وتسعين ادي الاربع وتسعين عايز اجمع عليها 6 1 2 3 4 5 6 ادي اتني كم بدي اتني مية طيب 52 عايز اجمع عليها 7 ادي واحد وتسعين قدي الواحد وتسعين عايز اجمع على سبعة واحد Studio 34567 وقفنا عندية 98 طب有 36 عايز اجمع عليها اى تنين 36 36 نجمع عليها التي واحد곡 تنينها ثدي 28 طب 84 عايز اجمع عليها اى اربعة وكسعين هدي اربعة وثمانين هي اجمع على اربعة واحد اتنين ثلاثة و 있어 بقى 98 تمانية وعشرين عايز اجمع عليها اتنين تمانية وعشرين اهي تمانية وعشرين اجمع عليها اتنين واحد اتنين وصلتني لثلاثين وهنا بيقول لي ان الناتج هو هنا رسم لي يعني اللي احنا عملناه فوق احنا عملناه خلص طيب كده خلصنا الجامعة تعالوا بقى نروح نشوف الطرح الطرح بيقولي طرح عددين احدهما مكون من رقمين والاخر مكون من رقم واحد نفس الحكاية برضو عندي 18 ناقص 7 اعمل ايه احنا كنا بنعمل ايه بقى ايه حلوين في الطرح لما بيبقى عندي رقم كبير انا مش هقدر اطلع على ايدي واشيل منه الصغير ده رقم كبير خالص نعمل ايه كنا بنعد من بعد الرقم الصغير لحد ما نوصل للرقم الكبير ونشوف عدينا كام ازبع طيب دلوقتي انا لو عديت كام ازبع انا لقيت الرقم بقى اكبر من الصوابع اللي طلعت على ايدي اكبر منها فنعمل ايه هنعمل بقى طريقة الدويل هقول ايه انا عندي 18 ناقص 7 اقول بعد السبعة لحد ما وصل للتمنتشر اقوله بعد السبعة 8 19 11 12 13 14 15 16 17 18 وبعد كده نعد اعملنا كام دايرة هنلاقيها 11 طب 16 ناقص 9 اعد من بعد التسعة اقول بعد التسعة 10 11 12 13 14 15 16 وصلنا للست وعد كتبت في كام دايرة طلع لي سبعة طب هنا 14 ناقص 5 هنعد من بعد الخمس ستة سبعة تمانية تسعة عشر 11 12 13 14 وصلنا للاربع تشر ونعد عملنا كام دايرة هنلاقيهم تسعة بعد الستة لحد السبعتاشر بعد الستة سبعة تمانية تسعة عشر 11 12 13 14 15 16 17 هنعد كام دايرة هنلاقيهم تسعة طب هنا 21 ناقص 9 طب هنعد من بعد التسعة بعد التسعة عشر 11 12 13 14 15 هنعد كام دايرة هنلاقيها سبعة طيب تعالوا بقى هنا كمان نعمل نفس الحكاية بزهرة النارد هنا عندي خمسة تلاتة اربعة تعال نحل المحلول اللي احنا هنحلها على طول اربعة اتنين تلاتة اقوله اربعة اتنين تلاتة عايزين نعملها بالاحد والعشرات الاحد مع الاحد والعشرات تنزل زي ما هي اربعة نقص تلاتة ادي الاربعة هنشل منهم تلاتة تبقى واحد واللي اتنين تنزل زي ما هي ستة اربعة خمسة ستة اربعة خمسة ستة نقص خمسة واحد اقول ستة هي نشل منها خمسة تبقى واحد واللي اربعة تنزل زي ما هي تلاتة واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة نقص اتنين هتديني واحد والواحد ينزل زي ما هو اربعة اتنين واحد اربعة اتنين واحد الاربعة ناقص الواحد تلاتة والاتنين تنزل زي ما ايه طيب نعمل برضو طريقة الجداول تسعة وستين ناقص تمانين نفس الطريقة بتاعت الجامعة بس بدل ما نروح للاعداد الكبيرة هنرجع للاعداد الايه للاعداد الصغيرة طيب عندي تمانين ناقص ستة فينك يا تمانين ادي التمانين هنطرح منها ستة يعني ارجع الورى ستة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اربعة وسبعين طيب تسعة وتلاتين ناقص سبعة تسعة وتلاتين اشيل منها سبعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وصلنا للاتنين وتلاتين ساعتاشر ناقص تمانية ادي تساعتاشر اشيل منها تمانية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية توصل للكامل الحداشر سبعة وعشرين ناقص خمس ادي السبعة وعشرين اشيل منها خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اتنين وعشرين 48 نقص 7 48 شل منها 7 1 2 3 4 5 6 7 اديتني 41 90 نقص 6 ادي 90 شل منها 6 1 2 3 4 5 6 اديتني 84 80 98 نقص 7 98 نرجع 7 1 2 3 4 5 6 7 اديتني 91 75 نقص 2 75 شل منها 2 ادي 1 2 3 79 نقص 9 6 89 نقص 6 89 شل منها 6 1 2 3 4 5 6 هتديني 93 93 83 نقص 2 23 شل منها 2 1 2 اديتني 21 وهنا ده شرح اللي احنا عملنا فوق طيب قيم تفلق بقى هنا بنجمع عادي 16 زائد 3 اما اقول 6 زائد 3 9 والواحد ينزل 10 و 8 ها حلوين 18 من غير ما عادي 10 و 8 18 15 زائد 4 5 زائد 4 9 والواحد ينزل 2 زائد 3 5 والواحد ينزل 5 زائد 4 9 والتلاتة تنزل 2 زائد 6 8 والخمسة تنزل 1 زائد 5 6 والواحد ينزل 1 و 3 4 والواحد 5 زائد 2 7 والواحد ينزل 4 زائد 1 خمسة والتلاتة تنزل. واحد وسبعة تمانية والستة تنزل. اربعة زائد خمسة تسعة والتلاتة تنزل. طرحي بقى خمسة ناقص تلاتة تدين اربعة والاربعة تنزل. تسعة ناقص خمسة بتساوي اربعة والتلاتة تنزل. ستة زائد اربعة بتساوي اتنين والتمانية تنزل. تسعة ناقص سبعة بتساوي اتنين والاربعة تنزل. تمانية ناقص اتنين ستة والاربعة تنزل. ستة ناقص بتساوي تلاتة والخمسة هتنزل. طيب هنا بديني ستة وتلاتة وتلاتة اقولو. ستة وتلاتة وثلاتة. ست زائد. تلاتة تسعة والثلاتة تنزل. ستة ناقص تلاتة تلاتة وتلاتة تنزل. كده خلصنا الدرس التاني كمان اتنين التلاتين. مش عارفة ناخد تلاتة وتلاتين كمان سومطط عشان يبقى ايه? نقدر نخلص بسرعة. تعالوا بسرعة كده تلاتة وتلاتين. تحليل الأعداد المكونة من رقمين إلى أحد وعشرات تحليل العدد المكون من رقمين إلى أحد وعشرات أوه هنا هنحللهم الل 4 في الأحد هرسم أربع مكعبات والعشرات برسم ثلاث عسيون فأقول الل 34 دي عبارة عن 34 طيب 16 في الأحد هرسم 6 مكعبات وفي العشرات هرسم عصاية واحدة يعني 16 دي عبارة عن 6 و 10 52 أقول له 2 في الأحد والعشرات هرسم فيها خمس عصيان يبقى 52 عبارة عن 52 سهلة جدا الأحد والعشرات 8 أحد و 1 عشرات ديني 18 5 أحد و 2 عشرات 25 6 أحد و 13 عشرات 36 5 أحد و 1 عشرات 13 هنا بقى مديني 19 أقوله 9 في الأحد و 1 في العشرات هنعلم الطفل أن الرقم الأول ده موجود في الأحد والرقم الثاني ده العشرات 57 سبعة أحد و 5 عشرات 4 أحد و 13 عشرات يعني 4 زائد 30 سوى 34 طب هنا 15 أقوله 5 أحد و 1 عشرات يعني 5 زائد 10 بسوى 15 67 يعني 7 أحد و 6 عشرات يعني 7 زائد 60 يعني 6 في العشرات الأحد بنقول ده بيت الرجل البخيل اللي بيدخل أي رقم بيدخل في بيت الرجل البخيل بيطلع زي ما هو مش بياخد أي هدايا أما العشرات دي بيت الرجل الكريم اللي بيدخل عند العشرات الرقم اللي بيدخل عند العشرات بتديله هدية 0 فهنا الستة دخلت عند العشرات طلعت بستين التسعة دخلت في بيت الأحد طلعت زي ما هي أما الاتنين دخلت في بيت العشرات أخدت هدية 0 بعشرين بقت تسعة زائد 20 بساوي تسعة و 20 تسعة وستين يعني تسعة أحد وستة عشرات يعني تسعة زائد 60 أربعة وخمسين يعني أربعة أحد وخمسة عشرات يعني أربعة زائد 50 سبعة وتمانين يعني سبعة أحد وتمانية عشرات يعني سبعة زائد 80 تلاتة وعشرين يعني تلاتة في الأحد واتنين في العشرات يعني تلاتة زائد عشرين طيب تعالوا بآخر حاجة بقى التقييم بتاعنا بنقول بنقول سبعة أحد وحد عشرات تديني سبعتاشر تمانية أحد وتلاتة عشرات يعني تمانية وتلاتين تلاتة أحد وتمانية عشرات تلاتة وتمانين واحد احد وسبع عشرات يعني واحد وسبعين طيب سفر احد واربع عشرات اربعين اربعة احد وثلاث عشرات اربعة وثلاثين تسعة احد وست عشرات تسعة وستين 15 يعني خمسة احد وحد عشرات 22 احد واثنين عشرات 87 يعني سبعة احد وثمانية عشرات وكفاية قوي كده اخدنا تلت دروس مع بعض اشوفكم ان شاء الله مع الفيديو القادم والدرسين 34 و 35 مشكركم جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته